مبالغ فيها جدا واني كنت بتكلم معه من يومين لا راجل فاهم راجل واعي لعيب كبير لعيب كويس لكن تأثيره جاي إيجابي على ناحية الملعب تختلف شخصية عن الشخصية اه يعني هو متضايق من المبالغات في الانتقاض بس ده أثر عليه إيجابية في الملعب اه طبعا في لعيب تاني ممكن يجيله سلبي حسب الشخصيات لكن احنا واجب علينا كلعيبة انت في الاخر لازم تدعم اللعيب ده حتى لو هو مش كويس في الماتش انت لازم تتكلم عليه بشكل يفيده انتقاد بناء مش انتقاد ان انت تتبحه ما ينفعش كلام انت ما ينفعش علشان كده النهاردة اللعيبة والمؤتمر اللي تكلم في محمد صلاح وتكلم بشكل كبير جدا محمد صلاح في المؤتمر قبل ماتش كودفوار ده كلام حقيقي فعلا في انتماءات في انتماء للأهلي النهاردة لو لعيب في نادي الأهلي بيلعب في منتخب مصر تلاقي المدرب او المحلل او اي حد يطلع في اي قناة ممكن عادي جدا يطلعوا حصل اي في الماتش ويجع على حد من الزمالك وكمان اللعيبة ابتدت ان هي تنشغل دماغ نحنا دلوقتي في عصر الميديا خلينا نكون متفين على كده صحيح يعني كله يعني فيه ناس بتشتغل بانتماءاتها يعني بشكل واضح لكن في المنتخب مصر لأ عدتفق معاك 1000% المنتخب مصر ده مش حاجة اسمه أهلي مش حاجة اسمها زمالك احنا منتخب في الآخر من مساء المنتخب بس عارف